يسميها الأتراك جبال الله أكبر وفي هذا الاسم معان ورموز كثيرة لآخر سنوات الدولة العثمانية هذه الجبال تخبئ تحت ثلوجها قصصا طواها ألاف الجنود مع آخر أنفاسهم وهم يغادرون الحياة جاءوا من كل أرجاء الدولة العثمانية عربا وأتراكا وأكرادا وشركس ومن كل الأعراق المسلمة صاروا قبل 105 سنوات على هذه الجبال ليصدوا غزوات الجيش الروسي الذي يحاول قضم كيان الأمة المسلمة تزامنا مع الهجمات الصربية واليونانية في غربي الدولة العثمانية إنها حكاية معركة صارقاميش التي وقعت في أواخر عام 1914 وأوائل عام 1915 احتل الجيش الروسي أراضي عثمانية مثل باتومي وقارس وصارقاميش وأردهان فصدرت أوامر بتجهيز جيش عثماني بهدف تحرير هذه المناطق من الاحتلال الروسي قام بهذه المهمة الجيش العثماني الثالث بقيادة أنوار باشا تحذيرات من القادة العسكريين العثمانيين للقائد أنوار باشا أنهم لن يتمكنوا من تحقيق النصر في ظل ظروف الشتاء القاسية إلا أنه أمر ببدء المعركة دون إجراء الاستعدادات التامة قائلا لا يمكن تحقيق النصر دون ركوب المخاطر تولى أنوار باشا قيادة الجيش العثماني في منطقة صارقاميش التابعة حاليا لولاية قارس وقرر شن هجوم على الجيش الروسي من ثلاثة محاور انطلقت الإمدادات والمؤن إلى الجيش العثماني عبر البحر الأسود وتصدت لها عشر سفن حربية روسية وأغرقتها بشكل كامل دون أن تتمكن من إفراغ حمولتها ما أدى إلى انقطاع المؤن عن الجنود العثمانيين فظلوا أياما بلا طعام ولا شراب يهيمون على وجوههم في طرق وعرة حتى خارت قواهم وودعوا الحياة متجمدين من البرد تسعون ألف جندي قضوا وظلت آثارهم جرحا عميقا يستذكره الأتراك كل عام بدايات شهر كانون الثاني موسيقى